أعلنت وزارة الزراعة والتصلاح الأراضي أن الإفراج عن مسلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي وأضافت الوزارة أنه خلال الفترة من السادس عشر وحتى الثاني والعشرين من يونيو الجاري تم الإفراج عن مائتين وواحد ألف طن من الظرة وفول الصوية بحوالي مائة واثنين مليون دولار وأشرت الوزارة إلى أنه بذلك يكون إجمالي ما تم الإفراج عنه منذ السادس عشر من أكتوبر الماضي بلغ ستة ملايين طن بإجمالي مبلغ ثلاثة مليارات دولار